أولا الموضع عفد الميزانية السنوية المخصصة للقطع الصحي بما يتناسب مع معايير المنظمة العالمية الصحة وبهذا الصدد ممكن تحدث لأن في المغرب الآن عندنا الرقم اللي هو مخجل حالي المرتبط أسيرة لكل عصر ألاف نسمة وقد يتراجع هذا الرقم إلى حدود خمسة الأسيرة فقط بسبب توزيع المجالي الغير منصف للخدمات الصحية المغرب وهذا معطى كذلك يجيد المرجع دياله في التقرير ديال مؤسسة الواسط أن المغرب الذي وفره 17 ألف سرير سنة 1960 بعد مرور أكثر من 50 سنة والآن حنف في سنة 2012 يلا عنده 27 ألف سرير وبالتالي هذا الرقم مخجل ومهول بشكل خطير كذلك التعميم ديال التغطية وذلك برفع عدد المناصب المالية لتوضيف الأطباء والممردين إلى 3000 منصب مالي سنوية لتغطية العجز المتراكم العجز المتراكم المسجل هو 2000 منصب مالي متعلق بممريض المولد و1000 متعلق بطبيب وبالتالي يجب العمل على تكسير هذا العجز الذي كان سنويا كان كذلك تسريع بتعميم نظام تأميل إجباري على المرض والأجارة والمهن الحرة والطلبة كذلك وفق ما حدده قانون مدونة التغطية الصحية نفسه قانون 5600 تتحدث على تعميم المساعدة الطبية المجانية